مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافية درسنا لهذا اليوم عن التخطيط العمراني الجزء السادس أهداف الدرس يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف نظم المعلومات الجغرافية يعدد استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في عملية التخطيط العمراني نظم المعلومات الجغرافية ويطلق عليها الجي آي اس عزيزي الطالب برأيك ما أهمية التقنيات الحديثة في عملية التخطيط العمراني؟ نظم المعلومات الجغرافية الجي آي اس نعم جمع وتحليل ونقل المعلومات والبيانات بدقة عالية أيضا يفيد في تقييم استخدامات الأرض إذن أعزائي الطلاب عدد التقنيات والأدوات المستخدمة في التخطيط العمراني نعم تقنية الاستشعار عن بعد برامج نظم المعلومات الجغرافية ونظم التصميم باستخدام الحاسب الآلي سوف نتحدث اليوم عن برامج نظم المعلومات الجغرافية وهو ما يسمى بالجي آي اس أولا هيا بنا نتعرف على نظم المعلومات الجغرافية وما المقصود بتلك النظم نظم المعلومات الجغرافية ما هو مفهوم نظم المعلومات الجغرافية؟ نعم هو نظام قائم على الحاسوب مصمم لجمع البيانات الجغرافية وتخزنها ثم معالجتها وتحللها وإدارتها وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة إذن عزيز الطالب ما هو مفهوم نظم المعلومات الجغرافية؟ هو نظام قائم على الحاسوب مصمم لجمع البيانات الجغرافية وتخزنها ومعالجتها وتحللها وإدارتها ومن ثم إخراج المعلومات الجغرافية والوصفية وذلك إيش لأهداف محددة يرمز لنظم المعلومات الجغرافية بالرمز التالي نعم ما مقصود بنظم المعلومات الجغرافية؟ كما قلنا سابقا نظام قائم على الحاسوب مصمم لجمع البيانات الجغرافية وتخزنها ومعالجتها وتحللها وإدارتها وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة أعزاء الطلاب هيا بنا نتجه إلى الكتاب المدرسي صفحة 31 للإجابة عن السؤال الرابع رقم 3 ما المقصود بنظم المعلومات الجغرافية؟ وكما قلنا سابقا نظام قائم على الحاسوب مصمم لجمع البيانات الجغرافية وتخزنها ومعالجتها وتحللها ومن ثم إخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة الهدف الثاني يعدد استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في عملية التخطيط العمران أعزاء الطلاب هيا نشاهد معا هذا الحوار كي نستخرج منه استخدامات نظم المعلومات الجغرافية الجي آي اس في التخطيط العمران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعزاء الطلاب من خلال الحوار السابق عدد استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمران نعم دراسة وتقييم استخدام الأرض وتقديم المقترحات للاستخدام الأمثل أيضا تستخدم نظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتقييم الخدمات الصحية والتجارية والتعليمية في المناطق العمرانية أيضا تساعد في دراسة وتقييم الطرق والمرور والتجاهات الكثافة وأوقات الذروة أيضا تساعد في تحديد اتجاهات النمو العمراني وتساعد أيضا في دراسة المناطق العشوائية والعمل للحد من انتشارها عزيزي الطالب أجب عن الأسئلة التالية من أمثلة استخدامات نظم المعلومات الجغرافية تقييم نعم الطرق والمرور عدة استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني نعم دراسة وتقييم استخدام الأرض وتقديم المقترحات للاستخدام الأمثل دراسة وتقييم الخدمات الصحية والتجارية والتعليمية تحديد اتجاهات النمو العمراني ودراسة المناطق العشوائية والعمل على الحد من مناطق انتشارها ماذا يحدث لو لم يتم تحديد اتجاهات النمو العمراني نعم سوف يتم ظهور المناطق العشوائية أعزاء الطلاب وصلنا إلى نهاية الدرس يوجد مجموعة من الأسئلة عن الدرس يمكنك الدخول عن طريق قارئ الباركود للإجابة عن هذه الأسئلة وذلك من خلال موقع الورد وول نترككم في رعاية الله وأمنه وإلى لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندرس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية